الدراما العراقية حالياً بحالة انتعاش؟ نعم، الآن الدراما العراقية بأوج انتعاشها أنا سميها فترة ممتازة، فترة مع بعض الحرب الآن الدراما في أوج انتعاشها يعني هناك شركات انتاجها، الدولة لحد الآن بعدها لا تصرف على انتاجها يعني لا أرى دراما للدولة إلا ما ندر بالعراقية مسلسلة مسلسلتين حتى له عملين، انت لا تنسى، ميزانية فلوس صح فانت إذا ما عندك ميزانية، كيف تشتغل؟ فأصعفونا المنتجين، الانتاج الخاص المحطات، كثرة المحطات، سوت منافسة جميلة ووضع التنافس التحديدا برامضان برافو، وكثرة المنتجين اللي حبوا يشتغلون أعمال على عاتقهم يعني مثل لميسو جمعة، انتاج كان شركة خاصة نعم، شركة خاصة، شركة المشاير إسامي العباسي صح بعدين خلص العمل، انتج على عاطق شخصي، وبعها فإحنا هذه حركة جدا مهمة، حركة انتعاش للدراما لا تخلي فنان قاعد، يعني اليوم أنا سعيدة، شفت فنانة الكبيرة الجميلة، حبيبتي بوشرة إسماعيل شفتها في عمل، وين هم من بوشرة إسماعيل هذه السنوات كلها؟ صح وين هم من ست هديل كامل؟ من أيام كاركاتير، تقريبا بدأت تختفي فنانة مهمة، فنانة كبيرة، وين هم؟ هيدر النحثر، أسماع لدينا جميلة، لأي أحمد، وين هم؟ وين هم من هذه الأسماع؟ هناك مشكلة بهذا الجانب، قضية الإنتاج وقضية الأجر القليل الفنان العراقي دائما يشكوا من الأجور القليلة يقول لك، أنا شركت بعمل، أنا مثلا المخرج، مثلا، أنا طاني ألف دولار ويايا فنان عربي ما قبل ألب عشرة آلاف دولار بعدها هذه التفاصيلة؟ لا تزال لا تزال بسبب عدم الترويج للأعمال العراقية الآن بلش العمل العراقي يظهر أنا طمحت أن أوصل صوتي لأبعد مكان طمحت أن الممثل أنت نحتتي بس صخر ورحتي، بس غيرت كيف لون؟ الآن أحسن، الغيري الآن أحسن مني، ليش؟ أنا طلعت في زمن ماكو سوشال ميديا، صح أنا طلعت في زمن ماكو سنابشات، طلعت في زمن ماكو انستجرام، ماكو تويتر، صح أنا طلعت وأشتغل من الصبح للليل، أيام وليالي أنا أشتغل من الصبح للليل، ما أنام حتى أنه أقدر، حتى أوصل، حتى أدي طموح، عندي عائلة، عندي الكثير من التفاصيل إن كله ما مشتغلة، ما قاعدة بهذا البيت، برافو علي مو صحيح؟ أنا هذا بيتي، بنيت صخرة صخرة بأيدي أنا، أنا وقفت، زين؟ فثمر التعبي اليوم، هذا وطني أي هو هاي الثمرة، ما الجهد؟ زين؟ بيتك هو وطنك كل زمان وواكار